الى شرق البلاد حيث انتهك المسلحون المولو لروسيا وقف اطلاق النار 30 مرة في مناطق السراع باقليم الدنباس الجيش الاوكراني اكد تعرض مواقعه للقصف خلال الساعات الاخيرة في المناطق الواقعة باتجاه لوهانسك باستخدام مدافع الهاون من عيار 82 مليمترا والمدافع الرشاشة وذلك في كل من نوفو سيلوفكا وطرويتسكي مواقع الجيش الاوكراني في منطقة دونيسك هجمت ايضا في كل من طلاق كوفكا باستخدام مدافع الهاون والقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة القذائف الصاروخية والاسلحة الخفيفة استخدمت في الهجمات على افدييفكا ومنجنبوتوفكا وكذلك بلدات مارينكا وفديان كما هجمت بلدات باولا بولي وغنوتوفو وكرسنا هوريفكا وشيروكنا بالاسلحة الرشاشة بعد الساعة السادسة صباحا وتحت نيران العدو لما يقارب الساعتين كان المدافعون على بلدة طرويتسكي العدو هاجم باستخدام قذائف الهاون من عيار 120 مم والتي اطلقت ايضا على مواقعنا قرب بباسنيا ومرتين في نوفالكسندروفكا اشتركوا في القناة